كيفاش صورت الصورة هذي تبقى معي أول نجو بتشجرها هذي غرصة هاله هنا حطيتها وخفيت قتل الجريمة شو كيفاش خرجت هيا دركة نوجد الكاميرا تاعي لازم التريبي حطيت العطانت زيزت حطيت الكورسي باش تكون الحالة منظمة صور الاز هيا توكل على الله بسم الله شو فيرس اللي يريق الفوكس انتعك على الشجرة ولا السوجي لك بغي تصوره شو السيتنج اللي خيرتهم الابريتور حطيتها F9 شيتر سبيد خير 20 زيك يزوط 320 باش نقصه من نويزه هيا ينصي على الله كيفاش تخرج نحل الفلاش لانو كدير لانو اكسبوجا نعطيه مضا خفيفة برك بعد ما صورنا الشجرة وخرجت لنا واضحة مليح نريقل الفوكس على النجوم ولا ما قدرش حطوا قبل ما لا نهاية بشوية نصوروا صورا نتأكدوا اسكورة مليحة من بعد ندخلوا لإعدادات الكاميرا نخيروا تصويروا بفاصل زماني حط الفاصل الزماني اللي بغيته بين الفوتو والفوتو احسن مدة تقريبا من 10 ل 20 ثانية وزيد حط عدد الصور اللي حبيت تركبين الصورة النهائية اعطي اوكي ومن بعد ستارت وخلي الكاميرا تصور واحدة خليت الكاميرا اللي لكل هي تصور قبل ما تحت الباطرين جمعت لي اياه 300 و3 صور ندخلها اللي ترون نقوم بتعديل خفيف حتى نصلوا النتيجة مقنعة من بعدين نفسه كونترول اي باش نسلكسينه كل شي بعد كليكي ساينس تأكد بلي كل إعدادات اللي قمت بيهم مكوش عليهم بعلامة صح وكليكي ساين كرونيس نصبر حتي تنسخ تعديل جميع الصور شوف خطوة ضرورية لازم نقوم بها احرك بالماوس هات الشريط اللي يظهروا فيه التصاور هنا لتحت من اول صورة الاخر صورة هاته تابليات تعديل عليهم كامل قبل ما تحفظ الصور من بعد روح فايل زيد اكسبورت خير جي بي جي بعد اكسبورت بعد ما حفظنا الصور لتعنا تحبرنا من ستارت راي روح للإيقونة هادي من بعد شوف الملف ونحفظ التصاور تاعك سيلكت اول وبعد اوبن يطلق عندك الهنا وروح لإيقونة هاته تاني تخرج لنا ويندو هاته فيها خياران شوف الخيار الاول يرسم لك المصار متقطع والخيار التاني يرسم لك المصار متواصل الخيار الاول هاده تاني فيها خياران يعني يمكنك ترسم المصار على شكل شهوب يعني يجي يجي رقيق ومبعد يخشان في تلك الشهوب ليكي اوكي وخليه يفتر كي يكمل احفظ الصورة النهائية من هنا اه بصيغة جي بي جي واللاتيف انا نخير الطيف اه تعطينا حجم كبير ودي طي احسن لانه راح نفوتها فوتوشوب نعطيها موشن بلور لاماكين نجوم لاماكين نجوم فقط اه كتعة دي الاخير وهذه هي النتيجة النائية عافية خدمها هيا داعش بك الفيديو بارتاجي تانكيو تانكيو